بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وزريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيدنا محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أولق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل فض طلع بأملك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أوراق بسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد خوضات الفتن والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدنك وجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنآت له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول اللهم أعلى على بناء الناس بناءه وأكرم مسواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير عليه السلام اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يضبطه فيه الأولون والآخرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاره وأنصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرتنا بالصلاة عليه وصل عليه كما يحب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطي سيدنا محمد الدرجة والوسيلة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملئ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعط سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الكبيرة اللهم إني آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته وارزقني صحبته وتوفني على ملته واستني من حوضه مشربا رويا سائضا هنيئا لا نغمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير اللهم أبلغ روح سيدنا محمد مني تحية وسلاما اللهم وكما آمنت بسيدنا محمد ولم أره فلا تحرمني في الجنان رؤيته اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبيك ورسولك وسيدنا إبراهيم خليلك وصفيك وسيدنا موسى كليمك ونبيك وسيدنا عيسى روحك وكلمتك وعلى جميع ملائكتك ورسلك وأنبيائك وقيرتك من خلقك وأصفيائك وخاصتك وأوليائك من أهل أرضك وسمائك وصلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومذاد كلماته وكما هو أهله وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى أهل بيته وعترته الطاهرين وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وعلى جميع النبيين والمرسلين والملائكة والمقربين وجميع عباد الله الصالحين عدد ما أمطرت السماء منذ بنيتها وصل على سيدنا محمد عدد النجوم في السماء فإنك أحصيتها وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت وما تخلق وما أحاط به علمك وأضعاف ذلك اللهم صل عليهم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآياتك اللهم صل عليهم صلاة تفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق يجمعين كفضلك على جميع خلقك اللهم صل عليهم صلاة دائمة مستمرة الدوام على مرج الليالي والأيام متصلة الدوام لنقضاء لها ولنصرام على مرج الليالي والأيام عدد كل وابل وطن اللهم صل على سيدنا محمد النبيك وسيدنا إبراهيم خلينك وعلى جميع أنبيائك وأصطيائك من أهل أرضك وسمائك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وامتهى علمك وزنة جميع مخلوقاتك صلاة مكررة أبدا عدد ما أحصى علمك وملأ ما أحصى علمك وأضعاف ما أحصى علمك صلاة تزيد وتفوق وتفضل صلاة المصلين عليهم من الخلق أجمعين كفضلك على جميع خلقك اللهم اجعلني ممن لزم ملة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظم حرمته وأعز كلمته وحفظ عهده وذمته ونصر حزبه ودعوته وكثر تابعيه وفرقته ووافى زمرته ولم يخالف سبيله وسنته اللهم إني أسألك الاستمساك بسنته وأعوذ بك من الانحراف عما جاء به اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد النبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم عصمني من شر الفتن وعافني من جميع المحن وأصلح مني ما ظهر وما بطن ونق قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي تباعة لأحده اللهم إني أسألك الأخذ بأحسن ما تعلم والترك لسيء ما تعلم وأسألك التكفل بالرزق والزهد في الكفاف والمخرج بالبيان من كل شبهة والفلج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضاء والتسليم لما يجري به القضاء والإقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الجد والهزل اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني وأونني بفضلك إنك واسع المغفرة اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن سري واشغل بالاعتبار فكري فقني شر وساوس الشيطان وأجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد كل ما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كل ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وجزه عنا ما هو أهله وعلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المنزل المقرب يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد اللهم توجه بتاج العز والرضاء والكرامة اللهم أعطني سيدنا محمد أفضل ما سألك لنفسه وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي لسيدنا محمد أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء صلاة ملائكتك وأعطهما من الرضوان حتى ترضيهما وجزهما اللهم أفضل ما جازيت به أبا وأما عن ولديهما اللهم صل على سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا عزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة والمقربين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما علمت وملأ ما علمت وزنة ما علمت ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة موصولة بالمزيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة لا تنقطع أبد الآباد ولا تبيد اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه وجزه عنا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وجزه عنا ما هو أهله اللهم صل على سيدنا بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك عروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذد بتوحيدك إنسان عين المجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعدد ما ذكرك به خلقك فيما مضى عدد ما هم ذاكرونك به فيما بقي في كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفس وطرفة ولمحة من الأبد إلى الأبد وآباد الدنيا وآباد الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطع أوله ولا ينفد آخره اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عنايتك به اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع اللهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضاء وارضى عن أصحابه رضاء الرضاء اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره وعدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا موتها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا على آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد أوراق الزيتون وجميع الثمار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما كان وما يكون وعدد ما أطلم عليه الليل وأضاء عليه النهار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته عدد أنفاس أمته اللهم ببركة الصلاة عليه جعلنا بالصلاة عليه من الفائزين وعلى حوضه من الوالدين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة يا رب العالمين فاغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفطك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتوالى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشر فداع للإعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم الكرماء من عبادك وأشرف المنادين لطرق رشادك وسراج أقطارك وبلادك صلاة لا تقنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامة المزيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وكلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيته بالنصر والكوثر والشفاعة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وقت من رسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك اتداد بصلاة دائمة مستمرة ما تلاقمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج فأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم صلى الله عليه وعلى آله صلاة دائمة مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام فهو سيد الأولين والآخرين وأفضل الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين وأطيب ذكر الذاكرين وأفضل صلوات الله وأحسن صلوات الله وأجل صلوات الله وأجمل صلوات الله وأكمل صلوات الله وأسبغ صلوات الله وأتم صلوات الله وأظهر صلوات الله وأعظم صلوات الله وأزكى صلوات الله وأطيب صلوات الله وأبرك صلوات الله وأزكى صلوات الله وأنمى صلوات الله وأوفى صلوات الله وأسنى صلوات الله وأعلى صلوات الله وأكثر صلوات الله وأجمع صلوات الله وأعم صلوات الله وأدوم صلوات الله وأبقى صلوات الله وأعز صلوات الله وأرفع صلوات الله وأعظم صلوات الله على أفضل خلق الله وأحسن خلق الله وأجل خلق الله وأكرم خلق الله وأجمل خلق الله وأكمل خلق الله وتم خلق الله وأعظم خلق الله عند الله رسول الله ونبي الله وحبيب الله وصفي الله ونجي الله وخليل الله وولي الله وأمين الله وخيرة الله من خلق الله ونخبة الله من برية الله وصفة الله من أنبياء الله وعروة الله وعصمة الله ونعمة الله ومفتاح رحمة الله المختار من رسل الله المنتخب من خلق الله الفائز بالمطلب في المرهب والمروب المخلص فيما وهب أكرم مبعوث أصطق قائل أنجح شافع أفضل مشفع الأمين فيما استودع الصادق فيما بلوا الصادع بأمر ربه المضلع بما حمل أقرب رسل الله إلى الله وسيلة وأعظمهم غدا عند الله منزلة وفضيلة وأكرم أنبياء الله الكرام الصفة على الله وأحبهم إلى الله وأقربهم زلفا لدى الله وأكرم الخلق على الله وأحظاهم وأرضاهم لدى الله وأعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسنا وفضلا وأفضل الأنبياء درجة وأكملهم شريعة وأشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعطرة وأصحابا وأكرم الناس أرومة وأشرفهم جرثومة وخيرهم نفسا وأطهرهم قلبا وأصدقهم قولا وأزكاهم فعلا وأثبتهم أصلا وأوفاهم عهدا وأمكنهم مجدا وأكرمهم طبعا وأحسنهم صنعا وأطيبهم فرعا وأكسرهم طاعة وسمعا وأعلاهم مقاما وأحلاهم كلاما وأزكاهم سلاما وجلهم قدرا وأعظمهم فقرا وأسناهم فقرا وأرفعهم في الملئ إلا على ذكرا وأوفاهم عهدا وأصطقهم وعدا وأكسرهم شكرا وأعلاهم أمرا وأجملهم صبرا وأحسنهم خيرا وأقربهم يسرا وأبعدهم مكانا وأعظمهم شأنا وأثبتهم برهانا وأرجحهم نيزانا وأولهم إيمانا فأوضحهم بيانا فأفصحهم رسانا فأظهرهم سلطانا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته فصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وعواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين القائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم بعثه مقاما محمودا وتزلف به قربه وتقر به عينه يغفطه به الأولون والآخرون اللهم أعطه الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرافعة والمنزلة الشامخة اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة وبلغه مأموله وجعله أول شافعا وأول مشفع اللهم عظم برهانه وسق الميزانه وأبلج حجته وارفع في أهل عليين درجته وفي أعلى المقربين منزلته اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته وجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه وسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه النبيين صل الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن ولدا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا كوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورضوه هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة وميمي الملك ودال الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما زكرك وزكره الذاكرون صلاة دائمة بدوامك باطية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد من الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأوضحها وأسكى الخليقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخط اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فارحم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة فارحم سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء اللهم صل على سيدنا محمد أكرم الأسلاف القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المنتقب من أصلاب الشراف والبطون الظراف المصفى من مصاص عبد المطلب بأن عبد مناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد النبينا صلى الله عليه وسلم فاستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومن من إعطائك فدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه وقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريضة افترضتها وأمرتهم بها فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك على سيدنا محمد عبدك ورسولك ونبيك فصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد اللهم ارفع درجته وأكرم مقامه وسق الميزانه وأبلج حجته وأظهر ملته وأجزل ثوابه وأضئ نوره وأدم كرامته وألحق به من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله اللهم اجعل سيدنا محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أزراء وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفسحهم في الجنة منزلا اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله اللهم اجعله أكرم الأكرمين عندك منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصغبهم كلاما وأنجحهم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعظمهم فيما عندك رغبة وأنزله في غرفات الفردوس من الدرجات العلا التي لا درجة فوقها اللهم اجعل سيدنا محمدا أصدق قائل وأنجح سائل وأول شافع وأفضل مشفع وشفعه في أمته بشفاعة يوبطه بها الأولون والآخرون وإذا ميزت عبادك بفصل قضائك فاجعل سيدنا محمدا في الأصدقين قيلا والأحسنين عملا وفي المهديين سبيلا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا واجعل حوضه لنا موعدا لأولنا وآخرنا اللهم احشرنا في زمرته واستعملنا في سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه وجعلنا في زمرته وحزبه اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتجعلنا من رفقائه مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين لا نبي بعده كما بل ورسالتك ونصح لعبادك وتلى آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه وصل الله على سيدنا محمد اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك وعلى سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا ملك الموت وسيدنا رضوان خازن جنتك وسيدنا مالك وصل على الكرام الكاتبين وصل على أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين اللهم آت أهل بيت نبيك أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت المرسلين واجز أصحاب نبيك أفضل ما جازيت أحدا من أصحاب المرسلين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله من الألف ضاء وعدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك اللهم وأسألك بالإسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرست وعلى البحار والأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين وأسألك اللهم بالأسماء المكتوبة حول العرش وأسألك بالأسماء المكتوبة حول الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرميا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد النبي كعدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والبحار مجرأة والعيون منفجرة والأمهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك فصل على سيدنا محمد من أسماواتك فصل على سيدنا محمد من أأرضك فصل على سيدنا محمد من أعرشك فصل على سيدنا محمد زنة عرشك فصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب فصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك فصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأوصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء سبع بحارك وصل على سيدنا محمد زنة سبع بحارك مما حملت وأقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد اضطراب المياه العذبة والملحة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك في مستقر الأرضين شرقها وغربها سهلها وجبالها وأوديتها وطريقها وعامرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليها وما فيها ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة في أبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات اللهم وصل على سيدنا محمد في الليل إذا يغشى وصل على سيدنا محمد في النهار إذا تجلى وصل على سيدنا محمد في الآخرة والأولى وصل على سيدنا محمد شابا زكيا وصل على سيدنا محمد كهلا مرضيا وصل على سيدنا محمد منذ كان في المهل صبيا وصل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء اللهم وأعط سيدنا محمد المقام المحمود الذي وعدته الذي إذا قال صدقته وإذا سأل أعطيته اللهم وأعظم برهانه وشرف بنيانه وأبلج حجته وبين فضيلته اللهم وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه واستقنا بكأسه وانفعنا بمحبته اللهم آمين وأسألك بأسمائك التي دعوتك بها أن تصلي على سيدنا محمد عدد ما وصفت ومما لا يعلم علمه إلا أنت أن ترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء وأن تغفر لي وترحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأن تغفر لعبدك المذن بالخاطئ الضعيف وأن تتوب عليه إنك غفور رحيم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بحق ما حمل كرسيك من عظمتك وقدرتك وجلالك وبهائك وسلطانك وبحق اسمك المخزون المكنون الذي سميت به نفسك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستمار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الصعبة فذلت وعلى ماء السماء فسكبت وعلى ماء السحاب فأمطرت وأسألك بما سألك به سيدنا محمد النبيك وأسألك بما سألك به سيدنا آدم نبيك وأسألك بما سألك به أنبياءك ورسلك وملائكتك المقربون صلى الله عليهم أجمعين وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين أن تصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مطحية والجبال مرسية والعيون من فجرة والأمهار من همرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد علمك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أحصاه اللوح المحفوظ من علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب عندك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أسماواتك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من أأرضك وتخالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد صفوف الملائكة وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد السحاب الزارية والرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كل قبرة تقطر من سماواتك إلى أرضك وما تقطر إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الأشجار والأوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك السبعة مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الرمل والحصى في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس وما أنت خالقه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد طيران الجن والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الطيور والهوام وعدد الوحوش والآكام في مشارق الأرض ومغاربها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأحياء والأموات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من صل عليه من الجن والإنس والملائكة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى شيء من الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم عظم شأنه وبين برهانه وأبلج حجته وبين فضيلته وتقبل شفاعته في أمته واستعملنا بسنته يا رب العالمين ويا رب العرش العظيم اللهم يا رب احشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته آمين يا رب العالمين اللهم يا رب بلغه عنا أفضل السلام وجزه عنا أفضل ما جازيت به النبي عن أمته يا رب العالمين اللهم يا رب إني أسألك أن تغفرني وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبلواء الخارج من الأرض والنازل من السماء إنك على كل شيء قدير برحمتك وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورضي الله عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحابه الأعلام أئمة الهدى ومصابيح الدنيا وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم رب الأرواح والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتمئة بعروقها وبكلماتك النافذة فيهم وأخذك الحق منهم والخلائق بين يديك ينتظرون فصل قضائك ويرجون رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في بصري وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما جعلتها على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة ودائمة وتدوم بدوام ملك الله اللهم إني أسألك بأسمائك العظام ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال مرسية والعيون منفجرة والأمهار منهمرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مسمرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد حلمك وصل على سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد عدد فضلك وصل على سيدنا محمد عدد جودك وصل على سيدنا محمد عدد سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحش والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر وصل على سيدنا محمد عدد من يحمدك ويشكرك ويهللك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصل عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال والرمال والحصى وصل على سيدنا محمد عدد الشجر وأوراقها والمدر وأثقالها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تنطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الرياح المسخرات في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والتواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصان وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصل على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد عدد ما دامت الخلائق في النار وصل على سيدنا محمد على قدر ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزله المنزل المقرب عندك وأعطه الوسيلة والفضيلة والشفاعة والدرجة الرافعة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بأنك مالكي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمعشر الحرام وقبر نبيك عليه السلام اللهم يا من وهب لسيدنا آدم سيدنا شيت ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل وسيدنا إسحاق فرد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب ويا من كشف البلاء عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا الخضر في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان ولسيدنا زكريا سيدنا يحيا ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة والدرجة الرفيعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتوجب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إنك على كل شيء قدير وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أزعجت الرياح سحابا ركاما وذاق كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما اللهم أفردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلتني به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شفعه فينا بجاهه عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليه ومن خير المقربين منه والواردين عليه ومن أخيار المحبين فيه والمحبوبين لديه وفرحنا به في عرصات القيامة واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مؤونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنتم من الظالمين أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطل عليها أحد من خلقك وبحق الإسم الذي وضعته على الليل فأظلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذاود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا اليسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو الكفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من قال وقوله الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يصطر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا ستون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألهمتني وقضيت لي بجمع هذا الكتاب ويسرت علي فيه الطريق والأسباب ونفيت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على حب جميع الأقرباء والأحباء أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه واتبعه وشفاعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتستر عيوبي يا وهاب يا وفار وأن تنعمني بالنظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني من زيادة قبره والتسليم عليه وعلى صاحبيه غاية أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجازيه عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأفضل وأتم وأعم ما جازيت به أحدا من خلقك يا قوي يا عزيز وأسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علمية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله من أأرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سبع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد قطر المطر وكل قطرة قطرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل سنة خلقتهم فيها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية وأن تصلي عليه وعلى آله عدد الرياح الزارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما هبت الرياح عليه وحركته من الأوصان والأشجار والأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أن تخالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد أنفاسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم ومما لا يعلم علمه إلا أنت من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد من حيتان وطير ونمل ونحل وحشرات وأن تصلي عليه وعلى آله في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وأن تصلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى وأن تصلي عليه وعلى آله منذ كان في المهد صبيا إلى أنصارك أهلا مهديا فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا وأن تصلي عليه وعلى آله عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وأن تعطيه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والحوض المورود والمقام المحمود والعز الممدود وأن تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تستعملنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن تولدنا حوضه وأن تسقينا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعة الحمائم وحامة الحوائم وسرحت البهائم ونفعة التمائم وشدة العمائم ونامة النوائم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدب والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرباح وصحة الأجساد والأرواح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما دارت الأفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما طلعت الشمس وما صليت الخمس وما تألق برق وتدفق ودق وما سبح رعب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم كما قام بأعباء الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وجاهد أهل الكفر والضلالة ودعا إلى توحيدك وقاس الشدائد في إرشاد عبيدك فأعطه اللهم سؤله وبلغه مأمولة وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في أتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على ملائكتك والمقربين وعلى أنبيائك والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهامة والآمر بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة اللهم أبلغنا نبينا وشفيعنا وحبيبنا أفضل الصلاة والتسليم وابعثه المقام المحمود الكريم وآته الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة التي وعدته في الموقف العظيم وصل اللهم عليه صلاة دائمة متصلة تتوالي وتدون اللهم صل عليه وعلى آله مالا حبارق وذر شارق ووقب غاسق وانهم روادق وصل عليه وعلى آله ملء اللوح والفضاء ومثل نجوم السماء وعدد القطر والحصام وصل عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصام اللهم صل عليه الزنة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وجازه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته وجعلنا من المهتدين بمنهاج شريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته اللهم صل على سيدنا محمد أفضل أنبيائك وأكرم أصفيائك وإمام أوليائك وخاتم أنبيائك وحبيب رب العالمين وشهيد المرسلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين المرفوع الذكر في الملائكة المقربين البشير النذير السراج المنير الصادق الأمين الحق المبين الرؤوف الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم الذي آتيته سبعا من المثاني والقرآن العظيم نبي الرحمة وهادي الأمة أول من تنشق عنه الأرض ويدخل الجنة المؤيد بسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل المبشر به في التوراة والإنجيل المصطفى المجتب المنتقب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشب اللهم صل على ملائكتك والمقربين الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اللهم وكما اصطفيتهم سفراء إلى رسلك وأمناء على وحيك وشهداء على خلقك وخرقت لهم كنف حجبك وأطلعتهم على مكنون غيبك واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلا ونزهتهم عن المعاصي والدناءات وقدستهم عن النقائص والآفات فصل عليهم صلاة دائمة تزيدهم بها فضلا وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا اللهم صل على جميع أنبيائك ورسلك الذين شرحت صدورهم وأودعتهم حكمتك وطوقتهم نبوتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعدك وخوفوا من وعيدك وأرشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وهب لنا بالصلاة عليهم أجرا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة وتؤدي بها عنا حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والملدان والحور والغرف والقصور واللسان الشكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلوم على الدرجات والزمزم والمقام والمعشر الحرام وجتنا بالآثام وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان واللواء المعقود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترضيب والبغلة والنجيب والحوض والقضي بالنبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد أطاع الله النبي العربي القريشي الزمزمي المكي التهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسين والكوثر والسلسبي لقاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله المصطفين من أطهر جبلة صلاة دائمة على الأبد غير مضمحلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حبوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع صلاة تجود عليهم أجود الغيوث الهوامع أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها زماما وأصفاها رواما فأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وخضر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدءا صلاة تكون ذقيرة وبردا صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يتبعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصل الله على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار واستنارت بنور جبينه الأقمار وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار ضاعف الله عليه دائم صلواته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمنقذ من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة الاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد الواحد صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد صلاة ترجينا بها من حر جهنم وبئس المهاد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم صلاة لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبي للذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل وجاءه الأمين سيدنا جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل فكشف له عن أعلى الملكوت وأراه سناء الجبروت ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الزبد البحار صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والقفار صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار إنك أنت العزيز الغفار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم يا ذلمن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلازل يا ذا العزة والجلال أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يستمل عليه زمان أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلا وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة وباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى من دعاك به وتستجيب له دعاءه أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته يا الله يا رب استجب دعوتي يا من له العزة والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من هو حي لا يموت سبحانك ربي ما أعظم شأنك وأرفع مكانك أنت ربي يا متقدسا في جبروته إليك أرغب وإياك أرهاب يا عظيم يا كبير يا جبار يا قادر يا قوي تباركت يا عظيم تعاليت يا عليم سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم التام الكبير ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا ولا عنيدا اللهم إني أسألك فإني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا هو يا من لا إله إلا هو يا أزلي يا أبدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا إله ما وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمح الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تنحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصلاب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لمؤلفه وارحمه واجعله من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك يا رحمن اللهم آمين يا رب العالمين